السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم رح يكمل في المحاضرة التاسعة وصلنا العند اللي هو الطيب الثاني من أنواع الأنتيبيوتك عفوا اللي هي العائلة الثانية السيفالو اسبورين وخدنا نقدم عنها بس نرجع بشكل سريع لأننا هاش رح من الملخص الملخص في الحفظ وفي الفهم وفي ربط المعلومات من بعض أسهل بكتير من الكتاب لأنه في الملخص عامل كل صد صفحات في صفحة واحدة فبتلاقي أنت أسهل في ربط المعلومة أسهل في ربط الدواء أسهل في تفرق بين دوائيين وشي زي هيك قلنا الأول شيء الأنتيبيوتك أما بنا أخذنا أنه البنسلينات قلنا هي تمنع تركيب جدار الخلية وتمنع انقصام الخلية ونموها أكثر فعالية ضد مين؟ هيا ضد البكتيريا سريعة الانقصام تطلع في البولب وتخلص تنتشر بشكل جيد في سواء الأنسس الجسم تستخدم لبكتيريا الجرام بزدف بشكل خاص ولأنواع الكوكاية من البكتيريا وبعض النجري من البنسليين للجرام بزدف اللي عنده حاسية من البنسليين للسيفيروس بورين عنده حاسية للبنسليين والعكس السايد افكت معروف اللي هو قلنا الثومبوفليبايتس التابريد الخثاري وألم عند الحقن في الطوار اللي هو صنع حاسية له قلنا خذ أدرينالين أكسوجين كورتيكوستيرويد وأنتهيستامين قلنا أول دواء في عائلة البنسليين فيه أخذنا دواء هنا مش كاربورنا هنا هو موجود بنسيلين جي البنسيلين جي العادي تمام الدواء ثاني بنسيلين جي and بنزاثين and بروكاين كومبام هذا الاسم العلمي الاسم التي ريش قلنا نفسه بروكاين بنزايل بنسلي هذا الدواء سختمات اللي تهب اللوزتين تنزل تسمي هذا كلام كله حكنا لكن دكتف انه لا يعطي IV هذا الدواء لا يعطي IV نفس البنسيلين جي اللي تم اكتشافه في 1928 ولكن تم إضافة مات البروكاين ليبطل امتصاصه ويعطي كل 24 ساعة بدل 6 ساعة أما بنسيلين جي بنزاثين الأورال هذا يعطي أورال هذا اللونج آكتين بنسيلين نسموها إبرة الشهد هذا النفس اللي قبله لكن هذا تقعد قدش تقعد الشهد أغلب استخدامه كبروفالاكتين البنسيلين جي الصوديوم هذا بنعطي IM و IV تنسوهوش واسمه التجار بنسيلين فإن بنسيلين جي البوتاسيوم هذا أورال وإنجيكشن هذا يتضمر في حمض المعدة والبنسيلين هذا كله طبعا نحكي عن أنتيبيرتك بنسيلين طبيعي بدنا الشهد لأنك نطي في IV ممنوع خلطه بهذه الأدوية أما ينفلين قلنا الجنتامايسين وفانكومايسين والهيبارين والصوديوم ممنوع خلطه في نفس الأبوة ولكن إيش بنفعطيهم بابوة أخرى في أن الدواء اللي بعده بنسيلين فيبوتاسيوم هذا بنعطي أورال اسمه التجاري رفابين تمام أنا هذا كيف كنت حفظ الاسم التجاري كنت أنا حطه في أول الصفحة الثانية شايفين فوق رفابين أو رفين أعتقد البي صال لنت رفين فقلت أنه هي هذه على أعلى الصفحة وأنه رفابين أو رفين على الرف الرف من فوق يكون عالي وهذا الدواء فوق فالفوق هو آخر الدواء فيهم بنسيلين فيبوتاسيوم اسمه رفين أو رفين المهم أما الأدعى المصنعة من البنسلينات هي الامبسيلين اسمه بمبرتين طلعين مبسيلين بسيلين بمبرتين هيك أحفظون بسيلين بمبرتين امبسيلين بمبرتين هذا ميزSch أنه يتدمر عفوا ميزSch أنه يقوم لكن يدمر من إنزيم البكتيريا ويتم امتصاص 30% في المعدة أما الأموكسيسلين قلنا اسمه سهل التجاري ثلاث أسماء أموكسيبين أموكسيطار هذا فقط أورال نفس الأموكسيسلين لكن لا يوجد شيء منه للحقن وبعطيه كل ثمان ساعات الكلاموكسين بضاكوا من عالة الأموكسيسلين الكلاموكسين نفس الحاجة الأموكسيسلين أنبوتاسموكلافولانت هذا خلناه يطول أكثر وأكثر هو لغمين لغمانتين بيثبت إنزيم البكتيريا يعني إيش مقاوم لإنزيم البكتيريا ومقاوم لحمب المعدة الدواء اللي بعده الكلاكساسلين الكلاكساسلين أوربانين هذا الدواء مشهور الكلاكساسلين تنسوش اسمه أوربانين اسمه التجاري أكثر مقاومة من البنسل العادي فيمكن أهم أثنين هنأقول الكلاكساسلين هو اسمه أوربانين وعننا اللي قبل البنبرتين اسمه التجاري إيش أمبسلين بنبرتين أمبسلين وكلاكساسلين أوربانين في هذا الدواء مش معنا في الكتاب مطلوب لكن في المستشفى خردناه تازوسين تازوسين هذا عبارة عن خلط من دوين هذا عبارة تازوسين أربعة ونص غرام عبارة عن ببراسلين أربعة غرام و تازوبكتام نص غرام خليط من تازوبكتام مع الببراسلين هذا هو بدنا شيئا كتابة بس اللي حابب يعرفو عندنا مجموعتنا بدنا إياها إحنا اللي هي مين السفالسبورين قلنا هي تشبه البنسلين في التركيب والعلاج بتأثر على جدار الخلية زي ما قلنا نفس البنسلين الجيل الأول والثاني تركز على الجرام بوزيتيف شايفين؟ وقلنا أصلا البنسلين هايها البنسلينات بتأثر على الجرام بوزيتيف أكثر شيء صح؟ إذن الجيل الأول والثاني من السفالسبورين بتركز على الجرام بوزيتيف وتذوب في الماء ما بتدخل البلد البرام بياريا بينما الجيل التلاث من السفالسبورين بتركز على الجرام النيجاتيف مش معنى أنها بتركز على النكنية يعني بتقتلش البوزيتيف لا لكن كل تأثيرها عن النكنية تقتل بعض البوزيتيف وكذلك مين؟ الأول والثاني كل تركيزه على البوزيتيف لكن لا يقتل بعض النيجотив احفظوا الأول والثاني—بلت 3 النيجاتيفية وياذوب في الدهون يعني يدخل لـ Blood Brain Barrier ممنوع للحوالين والموضعات ممنوع أي إمارة حامة التقل سيفيروسبورين أو بترضى اللي عنده فشل كلوي أو حساسية من البنسلين تمام؟ ناخد عندنا ثلاث أجيال كل جيل ما يقن عليه دوائيين أو ثلاثة الجيل الأول من السيفيروسبورين أعرف إلى الحين كل دوائي، الجيل الإيش؟ السيفيروسبورين هذا الـ First Generation سيفيروسبورين الجيل الأول من السيفيروسبورين أول دوائي لهم إيش اسمه؟ السيفالكسين نحفروا شيء الثاني، اسمه العلمي سيفالكسين مش قلنا عن بارح أنه كل دو بيبدأ بـ C-E-F اللي هو عبارة عن سيفيروسبورين فسيفا هذا عطول من مجموط سيفيروسبورين السيفالكسين، اسمه التجاري كفليكس أو جيفليكس، هذا كمان في المستشفى مشهور بشكل كبير في بكتبوها هاي كفليكس هو نفسه كمان الجيفليكس كفليكس وجيفليكس، تمام؟ السايد افكت إلو إياكم تنسوهم نفرو توك سيستي والجون ديك، طبعا، أنا هنا كنت أحط أهم صايد افكت، المالغي في الكتاب ما كنتش أحطه، فإذا انت عرف لأنه السيفالكسين هو الكفليكس والجيفليكس بعمل نفرو توك سيستي، سمية في الكلا وبعمل جون ديكسافان هذا بنقطع أورال وايبن أما الدواء الثاني في الجيل الأول اسمه سيفا سيفالوثين، سيفالو إيش؟ سيفالوثين هذا اسمه التجاري إيش؟ كيفلن سيفالوثين، كيفلن قال لي هذا نفس الكفليكس لكن لا يتم امتصاصه في الجهاز الغضمي يُعطى only IV ولا يُعطى أورال فميزة الكفلن أنه فقط أورال لا يُعطى IV أعفوا يُعطى IV ولا يُعطى أورال ممنون فهذه هم الجملة إن كذا الكفلن يعطى IV ولا يعطى أورال فالجل الأول سهل هم دوية بشوفوا بعض الإسم العلمي بش بالعلمي والتجاه بش بالتجاه طلعوا هين العلمي سيفالوثين أما الثاني سيفالوثين سيفالوثين هنا لكسين هنا لثين فالأول سيفالكسين شوية طويل أما الثاني سيفالوثين سيفالكسين سيفالوثين الأول سيفالكسين اسمه التجاذي كيفليكس وجيفليكس أما الثاني السيفالوثين اسمه إيش كيفلي فطلعوا أنتوا فوق هنا السيفالكسين ها سيفالكسين شوية طويل اسمه التجاذي كمان كيفليكس جيفليكس فيه كله إكسات ها سيفالكسين اسمه كيفليكس وجيفليكس هاي انا في عينه اكس وهان في اكس فى الاس الم رائدة اكس نطلع قبل ما عليه السيف بعد كيفلين نعدي وطبعاً هذا الفريق ميزة الكفلين لماذا طلعه كفلين هو السيفالوثين إنه فقط يغطى IV ولا يغطى أورا ليش شلنا الـ X؟ مش الـ X أنت تعتبرها إنه هي إيش لما أنت بدك تصور وتحط أنت هدف تدخل طلق ناري بدك تعمل X على الحيط وتحط الطلق وين فمص وهذا كذا لما أنت بدك تعطي الدواء بالحقن بدك تحط X وإيش وفي الفم يعني إشي زي هيك إنه إحنا هنا إيش لما شلت الـ X شلت الـ root تعالفهم ففقط شلت الـ X شلت الفهم فهذا بطلع بـ Only IV Only إيش Only IV طيب السكن جينيريشن سيفالوثبورين الجيل الثاني من سيفالوثبورين هما دويين تمام السيفا كلور واسمه التجاري سيكلور سهل سيفا كلور سيكلور إكلور وكلور تمام أما الدواء الثاني إيش شو اسمه سيف يوروكسين سيف إسمه التجاري زينا سيف أول زينات الزينات مشهور جدا عنتي بيت تقوي بقول له هلُخه زينات تجوي جدا فالسيف يوروكسين إسمه التجاري إما زينا سيف او زينات الزينا سيف بطعي فيه والزينات اغرال مش كتير موهم ما المهم السيفا كلور هم هو السيكلور والسب يوروكسين هو الزينات تمام سيفا كلور سيف يوروكسين طلع سيف إذا نجي إيش سيفا 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 كلور في السي كلور فإنحنا في البداية أول ما تطور المعاقمات المنظفة فتطلع الكلور سيف له فأول دواء من الجيل الثاني في السيفا سيفا كلور تمام سيفا كلور لو إيش السي كلور الدواء الثاني خلصوا من الجيل قال لك سيف يوروكسين بدي إيش سيف يورو إكسين سيف يوروكسين طيب نعدي قال لك كابا إنه الـ IV بطولتنا 750 جرام أما التابق 500 جرام كل 12 ساعة بالله هنا التابق الأورال 500 ميلي جرام كل 12 ساعة الـ IV 750 كل 8 ساعة أنا نجي رش مقتنع فيها هذه بس لأنه ما فرق لنا الأورال تكون أكبر والوقت تكون أقل فهي في الكتاب ما علينا عرفته الجيل الأول مين هو الجيل الأول السيفاليكسين والسيفالوثين كفليكس وكفلين أما الجيل الثاني سيفاكلور هو السيكلور والسيفيوروكسين هو من الزنا أما الجيل الثالث عندي ثلاث أدوية الدواء الأول سيفيكسين سيفي إكسين سيفيكسين هذا اسمه التجاري سبراكس سبراكس السيفكسيم هذا أورال هو الوحيد من الجيل الثالث الذي يعطى أورال تنسوهاش يعني لو بدك تنسو اسمكو تنسوش انه الوحيد من السيفرس بودين في الجيل الثالث اللي بقدر اعطيه أورال هو السيفكسيم السبراكس انا كيف ما نسوتهوش من زمان مش قولنا السب لينجول يعني تحت اللسان يعني في الفم وهنا السبراكس سب اعتبرها هي السب لينجول فهو في الفم فالسبراكس هذا هو السيفكسيم سيفي إيش سيفي إكسيم فإذا اتطور احنا حيانا ما هل تطور طلعوا الدولة بفوق تعجيل الثاني سيفيوروكسيم تمام فلما انت تطور بقيت مثلا انت لعشان تداخل من هنا لرفح بالسيارة ما هل تريدك ساعة اليوم ما هل تريدك ساعة لاربع وهذا كذلك الاسم هذا اختصر وبدل ما يقوله سيفي إكسيم شلوا اليوض حطوا سيفي إكسيم فهذا تطور في الجيل الثالث تطور بدل ما كافي الجيل الثاني اسمه سيفي إكسيم صار اسمه إيش سيفي إكسيم سيفي إيش سيفي إكسيم واسمه التجاري سبراكس هو الوحيد الذي يعطى أورا الوحيد الذي يعطى أورا طي وقال لي هالي الجيل الثالث تخترق السي اس اف السريبرال اسباني الفلويد تستخدم لعدوة الجهاز العصبي هي عبارة عن تدوب في الدهون تدخل من البلد برين بيجا اما الدواء الثاني من الجيل الثالث في السريبرال اسباني اسمه ايش سيفو تكسيم سيفو ايش سيفو تكسيم واسمه التجاري كلفوران كلفوران مشروف المستشفى وقوي ومهم جدا سيفو تكسيم قلنا الاول سيفو تكسيم وصبراكسيو تقوري قال لك انا كجيل الثالث بدي اطورك انا اطلعك كمان دواء قوي جدا قال لك تمام انت قلت لي فوق سيفو تكسيم طورتها قللت حضور في خليتها اشهو سيفو تكسيم طب تمام انا هالي بده اكسر الدنيا سيفو تكسيم لما بقول لك انا بده اكس تعوون الملفحم الفلسطين في البلاد المحتلة بقوله عن القاف كاف بقوله عن القلب كلب وبقوله عن هان مش قلنا بدي انا اقسمك تكسيم بقوله تكسيم اكسمك انا فهانا سيفو تكسيم بدي اتكسر الدنيا بما تقول انا بدي اقسمك بيقول بدي انا بدي اكسمك سيفو تكسيم انا كجيل الثالث من صفل السبورين سيفو تكسيم بدي اكسر كل الدنيا اكلافو ران اكلافو ايش اسمه التجاري اكلافو ران اكلافو ران كلفو لما كسر الدنيا كلفو لتحته لفوقه لوران فالسيفوتكسيم هو من الجيل الثالث سيفلوس بورين اسمه التجاري كلافوران هذا الدواء يجب أن يستمر العلاج لمدة لا تقل عن عشر أيام تمام مش أقل لمن أنت بدك تاخذ كلافوران أقل شيء عشر أيام ويفضل تعطي اي في ويستخدم في تسمم الدم السيبتسيميا يعني تسمم الدم يستخدمونه كلافوران في تسمم الدم نعطيه مع الأمانو غلايكوصايد عندما لا تكون معروفة البكتيريا ولكن لا نخلطهم مع بعض لما نأخذ الأمانو غلايكوصايد بنيرط ليس تمام؟ فبقول لما أنت تكون ناكلت هايب بكتيريا ونحن ما شعفين السبب بيعطوه كلافوران مع أمانو غلايكوصايد لماذا؟ لكلافوران قلنا الثالث جنيه من سيفلوس بورين بتركز عمين على الجرام نيكاتيب والأمانو غلايكوصايد نحن تركز عمين بتركز على الجرام بوزيب فبيعطوا كلفوران على الجرام لو كانت البكتيريا نقدر فيكتلها وبعطوا اوماني غليكوصايد لو كانت جرام موزة فيكتلها بيعطوا خليط لم تطلع المزرعة بيلاقوا من الأحسن وبعطوه إياه تمام؟ فبيقولك بيعطوه مع اوماني غليكوصايد ولكن ايش بالخطوه مش ماضار اي في واحد ملي جرام كل 12 ساعة الفراس انا بيننسبة لي بلزموش كتير يعني اننا عرفوهم بلزموك ولكل الحياة الدكتورة المطلوبين لكن انا بالنيان بيجي في الامتحان واحدة منهم اللي بقدر يحفظهم ويركزهم مع بعض ممكن يعني يتحفظهم فالأول سيفكسيم الصبراكس الثاني سيفوتكسيم إكلافوران إكلافوا إيش؟ إكلافوران طيب الدواء الثالث تمام؟ الدواء الثالث والمهم هو السيفترياكسون هذا الدواء إياكم ثم إياكم ثم إياكم ثم إياكم ممكن تنسوه اسمه التجاري روسوفين هذا في المستشفات زيه زي المياه بصراحة يعني زيه زي المياه بعطوه لأي الكهاب لأنه قوي جداً قوي جداً أنا عندما عمت في المستشفى بقاش مريض في القسم إلا إله مكتوب روسوفين ياخد روسوفين فبس بيجي الدكتور بسألك اللي ونشف اللي عليك الشهد اسم العلمي للروسوفين بدك زي الشرطة تقوله سيفترياكسون تمام؟ وفي أسماء جديدة اللي يقنط للروسوفين أسماء تجارية جديدة فإنت عشان ترث من هلالدواء روسوفين بدك تكون حافل اسمه العلمي سيفترياكسون تمام؟ أنا لما حفرته سيفترياكسون جيبتها زي جملة سيفترياكسون كأنه واحد عنده مشكلة في النطب بينما يقول شفت بقول سفت تمام؟ واعتبر إنه ريكسون اسم شخص فأنا بجيب أقوله بالله شفترياكسون؟ لا والله ما شفتوش تمام؟ فسفترياكسون سفتو والله ما سفتو سفترياكسون سفترياكسون هذا الروسوفين أو الروسوفين هو الروسوفين غالباً بعطوه واحد جرام كل اثنين خلال ساعة يعني في اليوم بعطو اثنين جرام اليوم يشد في المستشفات يأتونين مرة واحدة اثنين قرام introduصة مرة واحدة فهو فى اليوم بعطوه اثنين قرام عمرتين ب SER HEAT اما بعطوه كل اثنخ ساعة واحد قرام أو بعطوه إيش؟ بعطوه اثنين قرار اول واحدة فى اليوم تمام؟ فسفترياكسون هو الروسوفين هو الروسوفين هوا من الثانت سيفوالو اسبورين يُعطنى مدة ت沒關係 يوم بعد اختفاء العضاء تمام؟ معروفين مجموعة سيفوالي سبورين اثنين المجموعة الحلوى والمهمة جداً السهلة terry generation sự ال GI الاول و الثاني يركز على كرام positive و هم water soluble اما الجيل الثالث يركز علىlerde positive و هو l bar salubanligation يعني الجيل الثالث يدخل من حجز الدماغ الجيل الاول و الثاني يميج الجيد الاول كبرار الجيل الاولو من سيفلوسبورين هم اثنان والكفليكس والجفليكس سيفاليكسين وسيفالوثين اما الثاني هم تعالكلورو والمشكلورو السيفاكلور والسيفيروكسيم الزنات. أما جيل الثالث السفكسيم هو الصبراكس الوحيد الذي يطور من جيل الثالث الدواء الثاني السفكسيم بدي يكسم الدنيا كلها هو الكلافوران. أما الدواء الثالث والمهم هو السفترايكسون هو الروسوفين في دواء رابع مش في الكتاب اسمه هو من جيل الثالث للسفال السبورين. لكن في المستشفى موجوده مهم جدا. هو السفت سفتازيدين سفتازيدين السفتازيدين هذا اسمه التجاري الفورتم اسمه فورتم كيف تنسهوش مش أنا قلتها الدواء الرابع في الجيل الثالث تمام مش فور معناها أربع بالعربي فور بالإنجليش هي أربع تمام فورتم وتم أتم مين أعطينا مين الفور فالفورتم هو السفتازيدين سفتايش سفتازيدين هنا قلنا في الدوصفين سفترايكسون هنا قل لك إيش سفتازيدين المهم تحفظهوش إليكم هذا بس للعلم الدواء الرابع مش في الكتاب هذا الفورتم مش في الكتاب المهم عرفوني السفترايكسون هو مين؟ هو الرصفين خلصنا مجموعة ثانية السفروسبورين نعدها على العائلة الثالثة الأماينو غلايكوسايد الأماينو الأماينو غلايكوسايد قال لي هذي تشتغل المجموعة على إيش؟ كيف بدأ تضطر البكتيريا تمنع تخليق البروتين؟ نحن نتكاثر عبارة عن بروتين اللي سبيل هو الحيوان المنوي هو عبارة عن بروتينات فبالتالي لما أنت البكتيريا تمنع تصنيق البروتين كيف بدأ هذه البكتيريا تتكاثر؟ فهذا الأماينو غلايكوسايد تمام؟ تمنع تخليق البروتين لو أنت تنسيته الأماين هو من الأمين تعون الحديد بيشربوا أمين أماينو يسموه أمين أمين هذي حبوب الأمين هو بروتينات مكملة للجسم الأمين يسموها أمين تمام؟ فأنت لا تنسهوش الأماينو غلايكوسايد هي الأمين هذي تشتغل تمنع تركيب تمنع تصنيع البروتين عن طريق الارتباط مع الريبوزوم لإنتاج بروتين غير وظيفة أو يعني كيف ترتبط مع الريبوزوم هذي تشتغل على الجرام نيجاتيف بكتيريا تمام؟ تذوب في الماء وتعبر من خلال المشيمة يعني بتعبر للأطفال يعني مع منوع الحوامل تخذها ولا تعبر من خلال فهذه عيبها أنها بتدخلش على حجز الدمار إذن السيفيروس بورين تدخل على الدمار أما هذا الجيل الثالث أما هذا يعني يطلع علي فيه شبه بين الجيل الثالث من السيفيروس بورين مع الأمين يقول لكم صاري الاثنين على القرام نيجاتيف لكن الجيل الثالث هناك بدخل حجز الدماغ أما هذا بيدخلش حجز الدماغ مقول لي هنا لا يتم امتصاصها جيدا عندما توطع أوضع يعني في الفم عالفاضي لا يتم امتصاصها جيدا ولا إيش لذلك توطع بالحق البكتيريا الصعيدة اللي نهي إيش جاري توطه البكتيريا المهم مش كثير مهم ممنوع ينعطل المريض اللي عندهم التهاب بالأذن أو الكلة أو الأعصاب لأنه بأثار لهم هذه الجملة هتعطيك صايد إفكت بما أنه أنت ممنوع تعطي للمرضى اللي عندهم التهاب بالأذن أو الكلة أو الأعصاب يعني هتعملك التهاب في الأذن من الصايد إفكت إيه التهاب في الأذن التهاب في الكلة التهاب في الأعصاب اللي بنساه حلال طخه هذا من أهم صايد إفكت في المستشفى إياكم في الامتحان مستحيل ليخلق امتحان منهم الصيد إفك للأمان وليكوصيد هايهم أوتو يعني أذن أوتو توكسيستي تسموه الأذن رينال إمبيرمنت أو بسموه نفرو توكسيستي تسموه الكلا وكمان نيورو توكسيستي تسموه العصاب فتسموه في العصاب والكلة والأذن انتو حفظهم بالترتيب العصاب أعتبرها هي جنب الدماغ يعني مركز العصاب وشي العصاب جانب هالأذن تحت هالكلة فإنزل العصاب وأذن وكلة التهاب فيهم فأي مريد نعاء التهابات في الأذن أو الكلا أو العصاب ممنون يعطيه أي دواء من مجموعة الأمان وليكوصيد تمام؟ تنسوهاش هاي الجملة يعطيه لمدة عشر أيام كأقصى حد يعني ممنون يعطيه زيادة عن عشر أيام ليش؟ لأنه قلناه من صيد إفك تقوله تم الالتهاب في الأذن والكلة والأعصاب فإنت قدر مستطاع خلي المدة زمنية تبعته على الشهور تكون قليلة فتطولش في أعطاعه لأنه وكمان كل يوم إعمل فحصات للكلا والأذن والأعصاب لأحسن يكون صاد مع المنازل تهابات فيهم ولو صاد مع أي أضعض في الأذن أو الكلا أو العصاب وقف الدواء ممنوع ينعطي إلي هما دولة ينعطي على كعشر أيام أقصى حد ما عدا فيه دواء اسمه من إحدى أنواع الأماني أجليكوصاب من أولادها يعني هذا بيعطوله مرضة تي بي تيوبر كولوس اللي هو السل الرئوي بقدر هضرها التي بي بدهم الدواء لمدة شهرين وثلاثة فأنا بجهز و بعطيه لكن بحفظ المهم مش موضوعنا هنحكي لها لما ناخد الدواء هذا قالي من الصيد افكت أو تو توكسي ستي أو تو رينا أو نفرو توكسي ستي تنسو إهاش أنا في النصفي حكيت للطلاب جاي في الامتحان وبقى في نمومتج بمعاي عيو و ومن نمومتج جاي في الامتحان هيتيجي وغلطت فيها وهأحكي لكم عن الغلط اللي لا غلطت لمننا وصرا قالي لم يعطي مع الفانكوميسين هذا الدواء لم يعطي مع الفانكوميسين حين السل الرواtek ليبنعطوه شه مع الفانكوميسين لأنه من صادت إفكت إفكت إليه تغير عن أن التهاب في الأذن والأعصاب التهاب في الأذن والأعصاب فتدخيل الدويان كان يعد تغيري إيطاله في الأذن والأعصاب أعطي دويان مع بعض؟ لا، تطلون أنا أن الامرياء من الصادت إفكت للvelcomaicene هم التهاب أن الطب والأذن والأعصاب أما الأماديت أخذ إلتهاب أن الطب والأذن والأعصاب هيا الأول نقrifft قد نعودها paraяс Release طيب أول دو في مجموعة الأمينوغلايكوسايد هو مين؟ الأميكاسين الأميكاسين أميكاسين واسمه التجاري أميكين تمام؟ فسهل أميكاسين أميكين أميكا 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 فالأميكاسين من مجموعة الأمينوغلايكوسايد فلو قال لك إيش الصايد إفكت للأميكاسين قم ما أوتو ونفر ونيورو توك سي سي تي تنسوهم فأنا بحكي الصايد إفكت لكل العيلة هي للعائلات كلها يعني على ولاتها نفس الاشي فأول دوت يgemية الكوصيد هو مين من حيث لأميكسسين اسمه التجاري أميكين اسمه أميكين ما أجل تقنيه 1 أقرم , 2 أقرامρη غرام Lievel في اليوم الدوت الثاني جنته ميكسين جنته إيش جنته ميكسين اسمه التجاري جار مين ياللالالما نسهر لهم الاول أميكسين، اسمه تجاري أميكين والداد الرئيノ الجنته ميكسين جار مين يا سلام نفس الاشي بس أهم شيء أعرف لي هنا أنه الجنة ميسين من عائلة الأمان بلوكوساد اسم التجاري سهل زي العلمي جنة ميسين جارة ميين جارة وجنتة نفسه إيش تمام جنة ميسين وجارة ميين هذا إيش؟ هذا يستخدموه لعدوى المستشفيات يستخدم كقطرة وبعضهم لعلاج التهاب الأذن والعين بدنا شيئة حالية عندنا منيجة عليه قال لك بسببك أن سايتوبينيا أن يعني في الشيء سايتوبينيا عفوا هي بان سايتوبينيا بس هي مش بان في التصوير بان سايتوبينيا فمهم جدا من الثكلة الجنة ميسين بيعمل لك بان سايتوبينيا يعني قلة في كل خلايا الدم يعني لو قل لك يعطيني نصيحة أو إيش أنت بدك تاخد بعين الاعتبار لأن دكتات المريض جنة ميسين يقول له بدي كل يوم أقيس له وعمله سي بي سي فحص له خلايا الدم لحسن يكون أنه عنده خلايا الدم قلة طب العيلة كلها كل يوم ادي راقب إذا صار معاملية طلين في الأذن إذا صار معامل شكل في أعمله فحصات للكلة وفحصات للعصاب إذا قلت ضدت الفائل للعصاب وهكذا طيب الدواء الثالثة المجودة لما يقول لك الصاد هو مين؟ النيومايسين نيو مين؟ النيومايسين مريحكم في الشي لها اسم تجاري النيومايسين هذي فخمة وحلوة لا يتم امتصاصه في الجهاز الهضمي يعني لو أنا شربت 2 كيلو النيومايسين مش رح يروح ولا ميلي جرام على الدم في الشي امتصاص عملها محلي هي بتنظف هي معاقم يعني بتغسل الجهاز الهضمي من مين؟ من البكتيريا لا يتم امتصاصها في الجهاز الهضمي ولكن تعطى أورال طيب كيف هي أورال وبتروحش على الدم قال لك ليش أنا بعطيها أورال لكي تعقم الجهاز الهضمي وتقتل النورمالوفلورا وكل البكتيريا اللي في الجهاز الهضمي تعطى هذه عند عمل عملية جراحية في الأمعاء لما مريض دائما عملية في الأمعاء بعطوه نيوميسين عشان تنظف الأمعاء من كل البكتيريا اللي فيها هي ثابت تستخدم كبراهم مقطع للعين باستعظموها النيوميسين كقطرة وبراهم للعين النيو إيش؟ نيوميسين نيوميسين احفظوا الدواربهم جدا 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 هو كإيش؟ كمطهر لجهاز الهضمي تقتل بكتيريا هو لا يتم امتصاصه في الجهاز الهضمي لكن يطي أورال فلوحد يشارطي بيقول لك كيف أنت أورال تقتل بكتيريا اللي في جهاز الهضمي فاسمه نيوميسين من مجموعة الأمعاء نيوميسين الدوار الرابع ستريبتو ميسين الشو؟ ستريبتو ميسين بردك فيش إيلو صمتي جالك سيفين محلة؟ هذا الدوار الوحيد من مجموعة الأمعاء اللي بقدر أعطيه لأكتر من 10 أيام لمرضة تي بي هين قلته فوق هين عش قلت المجموعة ممنوح هين مجموعة ما عطيها أكثر من 10 أيام لأنها بتعملتها بكله وأذن وأعصاب إلا ما عدا دوار اسمه استريبتو ميسين هاي هذا بيعطيه لتعاون التي بي تعاون التي بي بدهم لأجي شهرين وثلاثة شهور بطول علاجهم فقال لك هذا كمان أدنى هتأخذه في آخر الكتاب استريبتو ميسين صنفوه كمان تصنيف له من الفيرست جينيريشن أو من الفيرست لاين أنتي تيوبر كولوجين يعني عملوا أدوية خاصة لعلاج التي بي من الخط الدفاع الأول للتي بي بدهم إيش استريبتو ميسين هذي هالي يترفوه لما توصلوا لمجموعة الأنتي تيوبر كولوسيز هتفهموها لحالكم سوفوكم منها هجيها تشوفوها عش غطوا عنقوا عنها بدناش نشوفها فأنا بلزام نعرفوا لأنه السبتو ميسين هو الوحيد اللي بقدر أعطيه من مجموعة الأمانوغليكوسايد لمدة أكثر من 10 أيان لمين للمرضة تي بي للتيوبر كولوسلو السيلوبر نعدى على العائلة الرابعة في الأنتي بيوتك نرجع شوية ما خلصة العائلة الثالثة أمانوغليكوسايد بتركز على جرام نيجاتيب من الصايد إفكت إلى بتمنتهاب أذن وعصاب وكله فيها عندي إلها إيش؟ أربع أدوية الدول الأول أميكاسين أميكان والثاني جنتو ميسين جراميين والثالث الهو مين؟ نيوميسين كمعقم للجهاز الهضمي والرابعة استربتو ميسين بقدر أعطي إيش؟ هذا لمرضة تي بي أكثر من 10 أيام معلومات حلوة أميكاسين أميكان جنت ميسين جراميين الجنة ميسين بي أعملك ايش؟ بي أخبر إلي كما إن صحيح ملتات لك جنتا من واحد جنتا لطيف وهو جنتا ولطيف ببدي يخلد جسم خالي من الخلال الدم بدي يقلل لك بدي يقول لك يا دم أسمع أف nations أريد أرعوا من خلال الدم كلهم بي أقول لك بدا بدي أكرم لك بلد، ب Action لك الصفائح والخلايا الدم الحمرة والبيضة هذا يحك منهم تبي عمل لك بان سايتوبينيا معنى بان سايتوبينيا يعني الريديوس كل العناصر الريديوس الامين لأول سيل بلد كل خلايا الدم بتقيل من وايت ورد بلد سيل ومن بلاكليت الدور الرابع سيتوميسين فهم سهل جينتوميسين جراميين نيوميسين هذا معقم للجهز الهضمي لا يتم امتصاصه في الجهز الهضمي بيعطوه قبل العمليات كمعقم ويقطو كل البكتيريا والاخير استريبتو 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 مايسين لمرضة تيبي اما المجموعة الرابعة السولفانامايد هذه المجموعة السولفانامايد كيف تشتغل على البكتيريا كيف تقطو البكتيريا تفرز حمض تقليدي حمض شبيه للحمض النووي تبع البكتيريا عشان يضع على البروتين وتتخلى فلما ايش فهي بتفرز حمض تقليدي للحمض الضروري لتخليق حمض الفوليك اللازم لتخليق الديان اي انا اخذتو زبا انتو من الديان اي بالزم حمض الفوليك حمض الفوليك عشان يتصنع يضع حمض معين فهذا الدواء بعطي البكتيريا حمض تقليدي عشان تصنع الديان اي فبتلاقيه مش حمض الفوليك حمض غلط وبيخرب كل الديان اي حمض الفوليك تمنع تصنيع البروتين تمنع تصنيع البروتين تمنع تصنيع البروتين يعني زقبة تصنيع البروتين حساسيات البنسالين تقتل حساسيات البنسالين تقتل فههذا يقول لك حساسيات السولفانامايد أصعب من البنسالين وعشان لا تنسولهاрев السولفانامايد Asyl sug ورق السلفان هذا اللي بيضطوه في الفرن بتبع الجاج ظهSomething يبدأ السلفان طلوامايد وهو حساسيات السلفان افتان piss اساسيات عشshev صعب جدا واستخدامه قليل حساسيته أصعب من حساسيت البنسلين يوجد أدوية اليوم أحدث منه وكمان غالي فهو غالي وقديم وحساسية صعبة يعني فيش شيش خلينا أحبك يا زلمة والله كلك عيوب فأنا بدي شيئة غالي وقديم وبعمل لك حاسية صعبة يا زلمة بنقص منك روح تم استبداله باستفالوسبورين يعني اليوم بنستعمل بدله مين استفالوسبورين تم استبدال باستفالوسبورين بدل البنسلين للوقاية هو بكتيريوستيكو ومثبت البكتيريو يشترك مع البنسلين لعلاج التهاب الأذن الوسطى البنسلين يقول لنا من إحراء استخدام البنسلين التونزولايتس هو المشارفة الشو والتهاب الأذن الوسطى قال لي هذا كمان السوفانامايد هو مع البنسلين الاثنين عشان يعالجوا التهابات الأذن الوسطى ممنون ناقية الحوامل ممنون ناقية الحوامل تمام؟ الزي أو زي السفلس بريت قال لك ما عدا الحوامل اللي عندهم جرثومة الحامل إنسوان يحصل معّهم جرثومة الحامل ويستخدم بحضر مع مرة كيلو يعني لو مريض كيلو كبد يستخدمون بحضر لكن النساء الحواملają يعز الحياةanz لا تدعو لا إلا مهم جرثومة الحامل هناك من أجامenes جرثومة الحامل منitti College ولكن للنساء اللي معهم جرثومة الحامل ممكن penset ممكن انا اتجاوز واستخدم ياللي هما دوية هما مين هما اه من صدف فقط الو فوليت ديفيشانسي فوليت ديفيشانسي نقص في الفوليت أسد يعمل لك نقص في الفوليت أسد فلو مريد اخذ هاي المجموعة بنتو ياخذ فوليت أسد عشان يعوض فوليت ديفيشانسي اذا المريد اخذ الدواء لفترة طويلة بدنا نعطيه فيتامين كي خوفا لحدود نزيفة تمام؟ لان المضاد الحيوها لبطول دكتيلة اي مضاد حيو في الدنيا انت اخذ طويلة طويلة بدك تاخذ بعدها الشو فيتامين كي لانه هذا مقته البكتيريا اللي في الامعاء والبكتيريا هاي هي بتصنع فيتامين كي وفيتامين كي مهم ليقى في النزيف والتجلط تمام؟ فاذا لو عدت انت اي مضاد حيويت للمريد اخذ طويلة بدك تضعطب الوسيطة الدم لك ترطيه ايش ترطيه فيتامين كي اللي احسن يدخل فيه بشاكل احنا ونزيف ونحن يعني الله بغني عنها ونقول ناشي اياه طيب بيجيهم بقلي انه ايش قال لهم اتنين ده هو الاول سلفر سلفا ضيازين هذا اسمه هيك وسموه السلفادين السلف ايش سلفادين من اسمه سلفانامايد سلفادين سلفر ما سلفر ايش زي هيك هذا استخدامه موضع بيستخدمه للحروق من الدرجة الثانية والثالثة زي كريم علبة هيك كبيرة بيسموه في المستشفى علبة الجبنة او الكشكوات فهي علبة علبة الجبنة بيقول عنها بيحطوه على الحروق بيحطوك زي طبقة ملتينة على الحريق سلفر سلفاد سلفر سلفادين سلفادين اما الدواء الثاني من المجموعة اسمه سلفا ميتة سلف Louis Professional Sulfa ميتوكسازول And try My Todo Prime هذا الدواء قاعد في يومها ساعتين العافظ فيه إحفظتها من كثب ما أنا Developتها بسرعة سلفة ثلث لاليوم حاضر نعرف سلفة ثلث ион ثلث ثلث عشر مرات غنيها ثلث سلفة ميثوكسزول أربع اسمال التجارية الأربع صف المهمين أصرف الامتحان غالباً بيجي هذا يعني أكثر من بيجي هذا سلفة ميثوكسزول أربع اسم لاتجارية هلو اسم؟ ديس برايم وسب ترايم وباث وبرايم والتراسبت طلعوا ثلاث أسماء برايم 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 سهلين لكن يختلف عنهم مين الالتراسبت وبتابع في الامتحان اللي هو الاسم التجاري اللي هو تبع مين الالتراسبت ما يجيب بيجيب الالتراسبت فيحفظوهما ذي سبرايم وعنا السبترايم وباث وبرايم الالتراسبت الالتراسبت أربع أسماء تجارية لهذا الدواء أربع أسماء تجارية لهذا الدواء مهمين اللي هم ذي سبرايم وسبترايم وباثو برايم والرابع الالتراسبت الالتراسبت ثانتوا عشان لو بدكوا تنسوهم وزقتوا منهم نفس اللفظ ذي سبرايم وسبتراين وباثوبرايم فكله في برايم سبتراين باثوبرايم تقريبا نفس المصير اللي يختلف عنهم مين هي الالتراسبت في اسمه العلمي سلفة ميثوكسازول ميتو برايم اسمه تجارية سبتراين وباثوبرايم والتراسبت فلو قل لك في الامتحان وصل لهذا بتوصل السلفة مع الالتراسبت أو اي واحد من هذولة مع مجموعة السلفانة مجموعة مين مجموعة السلفانة قلنا ممنوع ناخده ممنوع يتخذ لي احدا من هالحوامل اللي مهم جلتمت الحمل اسمها بالانجليش توكسو بلازموس اكتبوها عندكم توكسو بلازموس توكسو بلازموس هي كلمة واحدة توكسو بلازموس توكسو بلازموس L-A-S-M-O-S-I-S توكسو بلازموس هذا الحامل البسير عندها مرض من البسس هذا البسير انترياتوم هي غالبا جاء من البسس جاء من البسس طيب خلصنا السلفانة تمام؟ خلصنا السلفانة كل حباتها طبعا هذا الدواء بعطوه اما 400 ميلي جرام كل 12 ساعة 400 ميلي جرام كل 12 ساعة او 800 ميلي جرام كل 12 ساعة اول مضاد حيوي وهذا ايش؟ اول مضاد حيوي ينعطى أورل اول مضاد حيوي يعطوه أورل هذا اول واحد يعني انهم اعطوه ايش؟ انهم اعطوه أورل بس الجرعة تبعت شوية يعني انها ممكن تكون غريبة الجرعة ممكن تكون شوية ايش؟ ممكن تكون شوية غريبة لكن ولا غريبة ولا حاجة هاي السلفانامايد تابت 400 ميلي جرام و 80 تابت 400 ميلي جرام حبه كل 12 ساعة حبه كل 12 ساعة اول مضاد حيوي مش كتير يعني مش شي جرام مهمة طيب وقل لي هنا انه 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 خلصنا من السلفانامايد نعد على المجموعة الخامسة فالسلفانامايد اضافوا السلفانامايد هي من السلفان اذا قوية حسيتها صعبة هذه المجموعة قديمة وغالية وحسيتها صعبة بجموعة تشترك مع البنسالين في علاج الكهاب الأذن الوسطى ممنون الحوامل فقط بعطيه الحوامل اللي عندهم جرثومة الحامل اللي هي توكسو بلاسموس تمام هذه هي الدول الأول سلفر سلفا ديزين السلفا دي هذا السهل الأول نفس الاسم أما الثاني سلفاميثيكسازول السلف دقيمة ونط hamper نعد على المجموعة الرابعة التتراسيكلين ما ايه ، التتراسيكلين هيا المجموعة تثبت إنتاج البروتين في الميكروب من خلال الارتباط مع الريبوزوم terminar العظيم ويس loss ينتج البروتين ونفس الامو كسو ايoten لمايكروب اخر وداء przتوقف العملية وموته في الاختباط هذه المجموعة تيترا سايكلين تعبر من خلال حز المشيمة إذن ابنه للحوامل مثبت للبكتيريا تعمل فقط ضد البكتيريا سريعة الانقسام هذا الجملة مهمة تيترا سايكلين تعمل فقط ضد البكتيريا سريعة الانقسام فكฮ 0 ت確يها في المراحل تكون بكتيريا سريعة الانقسام فإنت لو انسهتها تيترا طي beating الطلق زي الطيام إذا تطير إن تطير سريع فهي تيترا سيكلين فقط للبكتيريا السريعات للانقسام الربد جروث ممنوع للمرأة الحامل والمرضعة والأطفال تحت الثمان سنوات التيترا سيكلين ممنوع تعطيها لأي طفل تحت الثمان سنوات ممنوع للحوامل قلوا أنتوا كيف حفظوها حامل ثم مرضعة ثم طفل ثمان سنوات كانت حامل ولدة رضعت صار طفل ثمان سنوات فمنوع للحوامل والمرضعات والأطفال تحت الثمان سنوات التيترا سيكلين يستخدموا استخدامهم جدا لحب الشباب لسيفير أكني أكني يعني حب شباب يستخدم استخدام مشهور لسيفير أكني لحب الشباب السيطة إفكت إلو أسد ريفليكس يعني مثلا عنده حمورة يمكن تغير اللون ودليت بونغروف بأخر نموه لأضامة عشان هيك بلنا ممنوع ثواطيلة لأطفال تحت ثمان سنوات لأنه بأخر نموه لأضامة ممنوع ينعطى إذا كان منها صلاحية يأخذ على معدة فارغة مهمة هذه بدنا نتجنب ضوء الشمس المباشر عند أخذ لو مريد أخذ تيترا سيكلين يتجنب يتعذد للضوء المباشر للشمس لأنه قلنا هذا الدواء بعمل بغير لون الجلد أو تخيلهم على الشمس كمان فبدناش إذن ابعد لها هذه مهمة الجملة البيجمنتشن صبغة ودس كرادية شنطر لون دس يعني بغير تغيير اللون بهاللون الجلد وبأخر نموه العظم فأنت من الصيد إفكت للتترا سيكلين أنه بعمل لك أسد دفلكس بيجمنتشن أو دس كرادية شنطر لون ودليت بونغروف دليت بونغروف فالأطفال محتاجين أنه بعضهم ينهو تعروش الأطفال هذا ببعنه بغير لون الجلد وصبغة ممنوه تتعرض للشمس اللي نتخذ للدواء تمام طيب في عنا أعتقد الدوائيين اللي هو الدواء الأول اسمه من مجموعة تترا سيكلين اسمه دوكسي سلين تترا سيكلين سلين دوكسي سلين اسمه التجاري دوكسي بال ودوكسي فورم يا الله ما اسهله دوكسي سلين دوكسي دوكسي كله دوكسي فانت تزعرفت أن الدوكسي سلين هي من مجموعة التترا سيكلين أخذت كمان علامة من الاسم التجاري اللي هو الدوكسي بال فالدوكسي سلين هو الدوكسي بال هو الدوكسي فورم اسمه العلمي دوكسي سلين اسمه التجاري لتريدنير دوكسي بال أو دوكسي فورم مجموعة التترا سيكلين هذا مغلف بغلاف رقيق لمنى تهيج المعدة لأنه قلنا بعمل لك أسد رفليكس يعني بعمل لك مش لف المعدة هيجي المعدة فغلفوه عشان ما يتأثرش وعملكش حاجة في حموط المعدة تمام؟ هل بياخذوه حبة يومياً أول حبة أول جراء له الفيست دراج 100 ميلي جرام كل 12 ساعة بعد هيك حبة يومياً Don't give with anti-acid أو الملك ممنوع 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 تعطي التتراسيكلين مع anti-acid مضادة للحمور زيراندين أو مع الحليب تاخدهم مش تاخدش التتراسيكلين لا مع حموط المعدة هو anti-acid ولا مع الملك تمام؟ لأنه قلنا هو بعمل acid reflux فإذا تاخدوش انت مع anti-acid ولا مع الملك لا مع الحليب ولا مع anti-acid تنسوهاش الدكسيلين الدكسيبل أو الدكسيفار هم المجموعة التتراسيكلين تاخدوش لا مع الحليب ولا مع مضادة الحموضة أول إش بتاخد انت 500 ميلي جرام كل 12 ساعة ماطن في اليوم بعد هيك حبة مرة واحدة في اليوم أما المجموعة المجموعة اللي هي السادسة وسانها متخبط كاتب الخامسة إذن هي تتراسيكلين دوها واحد أنا حرام تنسى هذا الدوها تتراسيكلين هي دوها واحد الدكسيسيلين دكسيبل فالتتراسيكلين إلا دوها وحيد فدائما لما يكون الولد وحيد ويكون مشروف الحارة هو وحيد أهله وكل بارفه تمام؟ والتتراسيكلين دوها واحد الدكسيسيلين والدكسيبل أو الدكسيفار تمام تنسهوش تاخدوش مع الملك ولا ما بقانتي أسن أما المجموعة السادسة اللي بعدها هي مجموعة الكيوني لينز الكيوني الكيوني لينز الكيوني لونز هاي المجموعة تعيق تصليح وتصنيع الدياني بتخلي الدياني ما يتصلحش وتعيق تصنيعه كمان قد تؤثر على الـ CNS على الـ الـ الهدى هو واحد كمان برضه وحيد زي أخته السيبروفلوكساسين هذا الدواء إذا ما يشفيني متحان قولوا عني أهبك سيبروفلوكساسين اسمه التجار سيبرو والسبروكسين هو السيبروكي مضار حيوي تابد كتير مشهور عنا نستخدمه السيبروفلوكساسين هو السيبروكي هو يسموك أنا السيبروكسين ما اسمه سهل سيبرو 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 تعروف من مجموعة الكيوني لونز احفروا المجموعة الكيوني لونز هو دواء واحد السيبروكي السيبروفلوكساسين هذا بسعمل له لحمة توفوئيد توفوئيد فيفا يستخدم الإسهال بساب عدو بكتيريا لو أنت سمعك الإسهال بساب بكتيريا بساب عدو بكتيريا ممنوع للأطفال والمضع ممنوع لمين؟ للأطفال والمضع المهم اللي أنا قلت عنه مهمة في الامتحان الصيد إفكتة بو بعملك إكريستال إجوذي إكريستال يعني حبيبات صغيرة زي حبيبات الرامل أو الملح أو إش أصغر من هيك يوريا في البول يعني بننزل في البول حبيبات صغيرة جدا زي الرامل هيكة زي الإجزاز هذه الحبيبات ممكن تجرح مجرى البول فبالتالي ممكن يعمل لك هيماتو يوريا هيماتو دم يعني بلد يوريا دم دم في البول تمام؟ هذه الهماتو يوريا في الكتاب دكتور ما قالش عنها مهمة لكن اللي فهم فهم اللي شرحها الحرام قال إن الكريستال يوريا زي بلورات في البول تجرح مجرى البول ممكن يعمل لك هيماتو يوريا فمن الصيد الفكرة كمان اكتبوا لي جانبها هي ماتو يورى دم في البول هنا كتبت هنا دم في البول تمام دم في البول تنسوهاش طيب هيا بلورات صغيرة في البول وكمان باد تاست ما باقه سيء طعمه مر وسيء انا كيف حفظته منستهوش لليوم في حيات كلها بنساهاش سبرو فلوكساسين سبرو في ناس برقوا بقولوا عن صادسة الصبر ولانه صبر تمام صبر السبره من الصبر والصبر مليان شوك والشوك هذا بيجرح مجرى البول الشوك هو اعتبره ان الشوك هو الكريستل فبينزل في البول الشوك ممكن يجرح ملك أشو يعني يجرح له نازين لَنك نزيف دم هي الهيما تيوريا فالسبره من الصبر تملك كريستل ليوريا هي ما تيوريا والله غáticoية في الامتحام من صيد الفكرة السبر وفلوكساسين كريستل ليوريا وهي ما تيوريا وبطاست طعمه سيلا لو أحد يأكل الصبر من بره يشرب طعنه سيء يفضل أن تناوله بما أنه يا شباب يعمل لك بنزل في البول بنزل زي رمل في البول لو أحد يكون موعم لحظة زي ريش يقول له خض مية بزيادة اشرب سوائل كتير فلو أي مريد في الدنيا أخر سبرو كي السبرو فلوكسسين السبرو هذا يقول له يا عمل حاج زود السوائل اشرب لك بزيادة لتر مية زود إيش زود السوائل عشان نتجنب أنه نجي راح مجرى البول عشان نخفف الكريستاليوريا هذه بدل ما تكون في كمية نص لتر تكون في لتر فبالتالي بنقلل أنه يصير معه كيمة ريوريا وبنقلل من أعراض الكريستاليوريا تمام؟ فمهمة جدا من السبرو فلوكسسين مجموعة الكيونولينز هذه أنك تقول له المريض زود الفلويد انتيك زود السوائل اشرب المزيد من السوائل للتقليل من كمية البلورات في البول ليش؟ للتقليل من كمية البلورات في البول المجموعة السابعة فقلنا الكيونولونز هي السبرو كيف سبرو فلوكسسين بعمل كريستاليوريا وهي ماتويوريا مهمة جدا هي مجموعة هي تثبت تكوين جدار الخلية البكتيرية زي يعني عندك البنسرين والسيفيروسبورين والجلايكوبيبطايد هذر الثلاثة بيثبتوا تكوين جدار الخلية يعني بعمله على مناء تكوين جدار الخلية زي فيش الجدار خلية بتموت البكتيرية بتموت فالجلايكوبيبطايد أصلاً الليكوبيبطايد هذر إيش من إحدى مكونان جدار خلية فإسمها الليكوبيبطايد إذن هي بتمنى تكوين جدار خلية زي فيش الجدار بنسرين والسيفيروسبورين فعندك بنسرين سيفيروسبورين والجلايكوبيبطايد بمنع تكوين جدار خلية هي أفضل ضد بكتيريا الليكوبيبطايد وتقاوم العديد يعني بكتيريا التي تقاوم العديد من الأنتيبيوت ده واحد اسمه عمه الفانكو مايسين اللي قلنا الفانكو مايسين ممنوع تأخذه مع عدوية الأموان بلايكوصايد صح؟ ليش؟ الفانكو مايسين اسمه يا الله ما أحلى فانكو سين فانكو سين هو الفانكو مايسين هو من مجموعة لجلايكوبيبطايد لا يعطى مع الأموان وكتبناها مع الأموان وكتبناها لم يكن يطيق مع الفانكو مايسين ولما أخذنا الفانكو مايسين قلنا لم يكن يطيق مع مين مع الأموان وكتبناها يعني الجملة هذي حرام تنسوه وقالت لو نثبت كلام عام امتصاص وبطيء في المعدة لذلك يعطى بالحقن فقط فقط فانكو سين لو نسيت انتحار في البي هذا اعتبرها فقط في الوريد أو في الحقن يعني تمام هي بقول لي ولكن يعطى أورل مثل النيو مايسين مش قلنا هذا يا جماعة لا يتم امتصاص في الجهاز الهضمي ذلك نطيحنا في الحقن الحقن بضوء على الدم ومليمية لكن لو أخذت في الأورل مش رح يضع على الدم طب ليش ممكن أستعمل الفانكو مايسين في الفام قال لك عشان نطهر في الجهاز الهضمي مثل من؟ زي النيو مايسين زي من النيو مايسين تمام قال لك يمكن نطيه أورل زي النيو مايسين لتطهير الجهاز الهضمي اللامعة ممنوع للأشخاص اللي عندهم التهاب الأذن والكلاء طلع عليا الفانكو مايسين لجلاكو وبتايد تمن لك التهاب أذن وكلاء لكن الأموان غلاكوسايد أذن وكلاء وعصاب طيب كمان واحدة غلايكا ويبتايد أوتوكسيستي نفرو توكسيستي وريد نيك سندروم او هي ريد مان سندروم هذي كلمة ريد مان سندروم اللي بنساها وضطاخ في المستشفى رح يسألكم سؤال في الانستركتور اللي هو المشفل عليكم ايش اكثر صايد الفيك للفانكومايسين قل له انت مغمي عينيك ريد مان سندروم وزا حكيت له التهاب كيلة واضن مية جنية لكن همشي ريد مان سندروم ايش يعني؟ يعني ممكن المريض المتاطية يسير جسمه احمر زي البندورة وجهه احمر احمر تخافش صايد الفيك تر يخوفش يعني هذا الحمار من علاقة الحاسية لكل الادوية لو صار مع مريض حمار في اي دوة تاني وقفوا وتعطوهوش وناد الطبيب على المشكلة لكن الفانكومايسين لو صار المريض احمر تخافش اذا ريد مان سندروم او اللي كتبها ريد نيك سندروم هذي تنسوهاش ريد مان سندروم بيصير علامة متلازمة الرجل الاحمر هي من علامات الفانكومايسية من الصايد افكت تمام؟ وكمان هاي بو تنشن ممكن ينزل الضبط كيف بيه في الامتحان؟ بيه في الامتحان من الصايد افكت للفانكومايسية أوتو توكسيسيتي زائد نيفرو توكسيسيتي زائد ريد مان سندروم ولا أوتو توكسيسيتي ونيفرو توكسيسيتي أو نيورو توكسيسيتي ولا بيصير خلط لك زي هيك فأنا يومها كنت لا مختارين حاليا ! أنت بالفائلاتir عن أن الأموانيكو 필 Çلووين يتسرك في المتحام الأرض فهذا يقوم بالفاقل أموانيكو إليكو الإبطاة أسياد أموانيكو الإيشف تبعو الأموانيكوあぁ! فيها نيورو و نيفرو و أوتو أما الفانكوميسين اللي هو اللي قلت لكم إبتايد نيفرو أو أوتو و ريد مان سندروم أو نيد ريد نيك سندروم هي واحد جرام كلتنا هر سعين إيش اتنين جرام في اليوم شايفين ما حلاها سؤال هيك حرام يضيع علينا وعليك وعلى آيش وعلى أي حدا توقف له هنا ويعطيكم ألف عمي